السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في أيام مليئة بالنور أيام مليئة بأسرار سلامونية حتى مطلع الفجر احنا في رمضان اخترنا ان احنا نمسي رحلة السلام رحلة السلام في كل أيام رمضان والنهاردة هو وصلنا لـ 28 رمضان واحب النهاردة اكلمكم عن سلام لو عشنا بيها تتغير حياتنا بشكل كبير جدا 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 بعد ما كنا من التكلم على كل أنواع السلام اللي بتفتح القلوب وبتخلي الإنسان حاضر في حضرة مولاه ومتيقن ان هو في حضرة مولاه كلابد ألا يغيب نوع من أنواع السلام اللي لو حصل ودخل قلب الإنسان ده بتتغير حياته بيشوف الدنيا من عالم آخر بالعكس بيشوف الدنيا من وسع بيشوف الدنيا وكأنه سيراها من جنة الملك سبحانه وتعالى ايه السلام اللي انت هتكلمنا عنه ده اللي بيغير حيات الإنسان هو سلام بتعلق بعقيدة سلام بيتعلق بيقين سلام بيتعلق بمحبة سلام بيتعلق بمعرفة وهو سلام الغرق في الفضل نحن غرقة في فضل الله هنتعلم النهاردة ازاي نعيش وإحنا غرقانين في فضل الله علينا ومع اقتراب انتهاش الرمضان في ناس كتيرة بيحصل لهم مشكلة بيحصل ايه؟ بيتجه ان هي تعمل الشيء اشبه بالحساب الختامي يعمل حساب ختامي وانت بتبدي جنب عن اللي عملته طول شهر رمضان وتشوف هيساوي كام وتضربه في مقدار الحسنات والاضعاف سواء بعشر اضعاف او بسبعين ضعف وكانهم بيشوفوا مكافئة نهاية الخدمة بيشوفوا مكافئة نهاية الخدمة هتطلع كام الناس دولة عندهم آفة شديدة وسيئة وبتعكر عليهم العيش بسلام الغرق في فضل الله الآفة دي هي ايه؟ ده اللي احنا نعرفه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومع سلام لو خرجنا من رمضان من غير السلام ده كتير من الناس مش هتحس بالميلاد الجديد ومش هتحس يعني ايه رمضان شهر السلام احنا بنتكلم عن سلام الغرق في فضل الله وهنا بتقابلنا آفة الناس بتعملها في مسألة الحساب الختامي الحساب الختامي يشوفوا عمله في رمضان فمع الحساب الختامي تسري اليهم آفة تبقى زي سم السيانيد كده تسري فيه اعضاء الانسان وتفسد عليه علاقته بالله رسول الله سلام قال للسيدة عيشة لا تحصي فيحصى عليك صاحبنا بيحصي بيحصي ليه؟ عشان الآفة دي آفة ادمان المكافآت آفة ادمان المكافآت دي مش بتظهر بس في رمضان لكن ده ليها امتداد في كل حياتنا وفيه افكار بتساعد على ادمان المكافآت زي فكرة ان من حقي امتع نفسي بعد تعب او بعد انجاز المنجاح انا وصلت له فممكن واحد يدمن مثلا الشوبينج واحدة او يدمن مثلا الجيمز او لقدر الله يدمن الاشياء المحرمة فالادمانات دي تخليه يقع في الافراط اللي يؤذيه وكمان يهدر حياته والتفريط اللي بيخليه يفرط في الواجبات اللي عليه ويهرب من مسئولاته ويعيش في تعاسل انه خرج من انه هو يعيش بنظر مولاه ويطلق سلام العيش في والغرق في فضل الله واحدة من المشكلات في ادمان المكافآت انه من الوقت مع الوقت ومن الوقت اللي انسان بيدمنه بتخلي الانسان ما عندوش قدرة على تحمل الالم ويكون ما عندوش مناعة او صلابة نفسية وينسى خالص ان الصبر بيوصل الانسان الى درجة انما يوفى الصابرون اجرعهم بغير حساب فاول ما يلاقي اي صعوبة في اي شيء يهرب منها على طول بمتعة جديدة او بمكافأة زي ما قلنا ممكن توصل المكافأة الى مخدرات او ممكن توصل المكافأة الى محرمات كتيرة جدا جدا ومن الافكار اللي بتساعد على ادمان المكافآت كمان فكرة ان طالما المتعة اللي بتمتع بيها بتمتع بيها نفسي مش حرام فايه المشكلة اني اكتر منها زي بيزبط واحد بيقولي ولا اكل الحلويات حرام اه بس اكل الحلويات على مريض السكر اللي ممكن تحصل لكم السكر حرام في نسبة بيكون عندها فكرة اني اول ما اوصل لانجاز ايا كان الانجاز ده او لما اؤدي مسئولية واوصل لها بنجاح فلازم مكافأة نفسي باني ارتاح ما اعملش حاجة بمعنى اني ما اعملش حاجة فاتوقف عن العمل كمكافأة ليه وده بيرسخ فكرة ان العمل مشقة وعقاب فيبقى ايه فيبقى عايز يتفلت منه يا رب منه فبيكافأ نفسه انه يرفع العقاب والمشقة والتعب والمزلة والمهنة اللي موجودة في العمل فيفرغ نفسه من العمل بس مشكلة بقى انه مش بيفرغ نفسه من العمل انه بيفرغ العمل من قمته اصلا فيبقى العمل خالي من الرجولة وخالي من العبادة اما لو جينا الادمان المكافأات اللي بييظهر في رمضان فهو على سبيل الميسان ان الواحد يكون بيعمل العمل الصالحة والعبادة عشان بيدور على الأجر بس طحس كنت ايه بس مش بيطلب ربنا عشان بيضمن انه دخل عنده رصيد من الحسنات زي ما قلنا في الحلقات في بداية المعاملة مع الله ومش بس كده لكن لو حس ان اللي بيعمله مش هيعود عليه بالمكافأة سواء كانت المكافأة دي الثواب والرصيد اللي هينزله في شكل حسنات زي اللي هينزله في شكل كريدد في بطاقة المرتب وتكون المكافأة هي استجابة دعوة مثلا كان بيدعيها طول الشهر فلولا ان الحاجة من المكافأة دي ما حصلتش بيقدي الى قلق وساعات بيشك في جدوة الطاعة اقول لكم حاجة وساعات بيشك في ربنا ويبتدي يشك في ربنا اللي قابله في رمضان والاسوأ انه يشك في علاقته بربنا وفي كرم ربنا وفي فضله لانه شايف ان المكافأة اللي هي المعيار في علاقته بربنا ما حصلتش طب تعالوا بقى نرجع ودوء كده ونرجع خطوة الور ونسأل حضرة النبي ونعيش مع حضرة النبي ونسأل احنا ليه بند من المكافأات مع ربنا عشان احنا في الحقيقة ما عندناش هذا الرضا الذي تكلم عنه ورسول الله وارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس لاننا للأسف بنعيش بوهم خطر جدا 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 وهو الاستحقاق احنا مستحقين انا عملت العمل الصالح فانا اصبحت مستحق فازن ان العمل الصالح بيجعلني مستحق للثواب او الله وكثير من الناس بتقول كده وكثير من الناس هتتفاجئ ان انا بقولها كده واننا اذا فعلنا الطاعة بيجب على الله قبولها ومكافأتنا بالحسنات بل وكمان واجب عليه انه هو يضاعف لنا الحسنات في رمضان بس زود ماينفعش ويجي بقى يرحمل زود ما سأله ويقول لك نعمل ايه في قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء فالمضاعفة هنا ده نعمة بعد النعمة ده فضل بعض الفضل ده مش فرض على الله ده ربنا سبحانه وتعالى يضاعف فضلا منه ومنا فالمضاعفة السبب ده محد فضل من الله يعني يعطيه لمن يشاء ويمنعه عن من يشاء فعشان نتخلص من الآفة دي آفة إدمان المكافأات وبالذات في العبادات في العبادات محتاجين نفهم بشكل واضح وصحيح مفهوم الحسنات ومفهوم مضاعفة الأجور ونعرف ان ربنا جعل هناك ثلاث معاني ان ربنا بيعطينا حسنات عشان يبين لنا انه وبيعملنا معاملة الفضل مش معاملة العدل انت مش مستعق هذا ليس عقد هي دي بزنست العلاقات بقى ان بزنس انا دفعت العمل الصالح لازم اخذ السابق لان انت بتعمل عمل الصالح لانك عبد وما ينفعش العبد غير يعمل عمل الصالح الحسن اللي بيديه لك ربنا بقى دي مكافأ من عند الله ده عطية من عند الله وما فيش حاجة توجب عليه مش واجب على الله حتى انه يدي لك اي شيء ولذلك هوصلك واعطيك الاجر ربنا بيقول له انا بيعطيك الاجر وبدخلك الجنة عشان تأتيني عشان تراني انني احسن اليك واعطيك السواب تاني حاجة لازم تفهمها ان سبحانه وتعالى اذا اراد انه يقربك منه انه يريد ان يقول لك انه يريد محبتك ويبذل لك الخير لعلك لما يحصل لك ده تتعلق بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لما قال فأولاك الذين يبدلوا الله سيئاتي ام حسنات والحسنة بعشر امثالي على سبعمائة ضعف عشان يقول لك ان سبحانه وتعالى احرص على لقاءك هو بيحبك وهو يريدك ان تلقاه فيعلق قلبك به فربنا سبحانه وتعالى بيفعل ده عشان يبين لك انه سبحانه وتعالى اشد اقبالا عليك منك ونزاك الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه يبقى ايه فحب الله سبحانه وتعالى ماله كان قبل حبك فالله هو الاول في الحب حاجة التالتة ان الحسنات سلوى يسلينا الله سبحانه وتعالى بها حتى نلقاه يعني يبعط لنا الحسنة عشان ايه حاجة كده زي ما بيقوله كده وكأنها حاجة من عنده فحاجة من عنده فنحس فيها بالنفحة برحة الجنة فاللي حاسس انه في الدنيا ومحبوس عن اللقاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسليه عن لقاءه الاعظم في الجنة انه ايه اللي حاصل يبعط له يرسله سبحانه وتعالى رسائل زي الثواب واليقين بالجنة وبالاجر عشان يتسلأ ان الله وكأنه وعد بيأكد له على وعد اللقاء انه سيلقاه ويكون دوت اللقاء الاجل مع مولانا سبحانه وتعالى الحبيب الاجل سبحانه وتعالى فاذا كنت في الحقيقة مريد لرمضان عشان يبقى عندك رصيد فده يعمل لك رشاوة فالصحيح ان انت يجب ان تكون مريد لرمضان لان الله فتح ابواب الجنة فيه لكي تلقى رب العبيد ولا شك ان ربنا لما فتح ابواب الجنة فتح ابواب اللقاء فهو سبحانه وتعالى يريد ان تلقاه ولذلك لئلة القادر مكتوب عليها سلام هي حتى مطلع الفجر فالسلام هنا بييجي عشان بمعنى السلام عند اللقاء عند اللقاء الله سبحانه وتعالى تحياتهم يوم ما يرقوناه سلام واحنا في حلقات العتق من النار من النار للنفس كان هدافنا ان تتخلص من افات عشان نوصل للميلاد الجديد مع الله وبعد ما فهمنا مسألة الحسنات ومضاعفة الأجور وانها محد فضل من ربنا سبحانه وتعالى هيوصلهن عشان يبنى سبحانه وتعالى ايه اللي حاصل يستوي عندنا المنع والعطاء وده بسميني ان احنا بنوصل لأعلى من فكرة النتيجة وهي نتيجة النتيجة ولذلك فلو احنا قدرنا نعيش بسلام الغرق في الفضل وسلام حسن التدبير زي ما ذكرنا في الحلقة العلاج من قافة سهولة التصدع هنوصل لاننا نتيقن من ان تدبير الله لنا محكم فلازم نرضى وده هيظهر عندنا في تساول منع والعطاء والرضى اللي بيخلي قلوبنا دايما صفية وحسة ومتزوق حلاوة قرب الله ولما يحصل لنا بقى القناعة والرضى عن ان الله سبحانه وتعالى مدبر كل امورنا والقناعة بان حياتنا كلها متقنة في كل شيء في كل تفاصيلها اللي حاصل نحيا بقدر الله وحسين بان ربنا سبحانه وتعالى زرع السلام في قلوبنا فرزقنا بقدر لكن في ناس بتفهم بقدر بمعنى ان ربنا ضيق عليها الرزق لكن احنا بنفهم بقدر اي ان الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في بعين اللطف وبعين الكرم وعشان كده قلت للناس ان ضيق الرزق من قسر النظر فربنا رزق واعطاء واسع لكن المعنى الصحيح ليه ان الله سبحانه وتعالى قدر علينا انه منضبط ومحكم وفيه خير ونفع فالخير في العيش بفضل الله وانك لا تعيش بإدمان المكفآت وانك تتيقن من ان الله كل اقداره خير لك وانك لا تملك من امر الرزق شيء ولا من امرك كله لان الله يريد ان يسلمك من عناء ان تبحث ويسلم قلبك من نار هواك واسوتك على نفسك ويخليك تعيش معه سبحانه وتعالى تعالوا بقى نختم ده بالعيش في تجربة سلام الغرق في الفضل الله اول حاجة تعامل برشد مع مواردك لا تسرف لا في الشراء ولا في غيره واشتري اللي في حاجتك واستعمله بحكمة واحرص على الادخار لان ده يخليك تعرف قدر النعمة وحلوة النعمة تاني حاجة لازم يكون عندك ورد من حمد الله سبحانه وتعالى فتحمد الله على الاقل مئة مرة وضروري جدا في هذه الليالي وخاصة في الليالي العشر ان يحمد ربنا ده انت في الليالي ربنا ما ادلكش ليلة ادلك عشر الليالي فاكرمك كرم ما بعده كرم فلازم تحمد الله سبحانه وتعالى وتحمد الله انه وفقك للطاعات سواء كان قيام ليل او قراءة قرآن او سيدة ارحام تالت حاجة وكل ما تفكر في المكافأة قولي الدعاء ده اللي يخليك تدخل في سلام الغرق في فضل الله وانا بسمي الدعاء ده دعاء الاقرار بفضل الله قول يا سلام اني اقر لك بانك اجريت علي فضلك فاللهم لا تقطع عني فضلك وارزقني العيش بانك انت المتفضل علي على كل حال وبهذا تخرج قلبي من كل الاوحال وتغرق قلبي في شهد الجمال يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين مستنينكم على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا تحكرنا عن تجربتكم عندما عشتم بسلام الغرق ربنا يبارك لكم في الشه ويبارك في ما باقيا في الشه ويبارك لكم في السلام ويجعلكم دايما في سلام في حضرة السلام بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم ببركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بقت خلاص متنورة بأنوار تجربكم اللي بتحكواننا عن السلام والنهار دا كنا نتكلم عن سلام الغرق في فضل الله سبحانه وتعالى فارب جعلنا غرق دائما ونرى هذا الغرق ونحيا به مكتفين بفضلك فنعيش في أنوار وأسرار ليس الله بكافر عبدة وتعالوا ناخد أول سؤال من أسئلة حضراتكم الأستاذ باسم أستاذ باسم تفضل السلام عليكم يا فضلت الشيخ وعليكم السلام وحضراتكم ومعليك يا فندم طيب وبخير وسعادة وحضرتك بخير وفضل ونعم والسادة المشاهدين تفضل والله يا فضلت الشيخ أنا عندي استفسارين أول استفسار أني إيه يعني الضالة الإفسار المصرية قالت وأحلت أني إخراج الزكاة عيد الفطر نقود أو حبوب بس قالت النقود لأن الناس في احتياج للنقود صحيح فأنا بناء عليه أنا أخرجت عن طريق بنك الزكاة طيب تمام جيين بارح نزل منشور من وزير أوقاف السعودية وقال إخراج النقود مش حلال وأي حد أخرج النقود ده كده هو ما تعتبرش زكاة تعتبر صدق ده أول سؤال فإحنا عايزين لا ده مس سؤال ولا حاجة ده سؤال ده معلومة فعايزين نعرف إحنا هنمشي وراء لا أول ده سؤال ولا معلومة ده فين السؤال أنت عليك بتسألني أن نمشي ورامين طبعا ضر الإفتال المصري قولا وحدا وهو نقود فعلا ولا حبوب وهو نقود فعلا نقود فعلا فعلا طبعا تمام السؤال التاني ما فضلتك أنا كل أنا أسألك سؤال بس أي مواطن في أي دولة أي مواطن في أي دولة تاني طب أي مواطن عنده جهاته اللي بتفتيه بيسأل نفس سؤال حضرتك ولا هو بيمشي على ما أفتته به مؤسسات الفتوى في دولته مؤسسات الدولة في دولته ليه طيب ليه يا سيدي ليه يا سيدي لأنه أعلم بما إحنا عندنا الفتوى بتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص الكلمة بقى الكلمة الغير صحيحة اللي يجي واحد يقول لك والله هو الدين بيتغير بالمناسبة عن الفتوى بتتغير اللي مش عارف وزيك سيدنا الإمام غزاني من صمت من لا يعرف لذهب الخلاف أو لقل الخلاف فالناس إيه اللي يحصل تسمع لأن مذهب الشخص مذهب مفتيه المفتي هو اللي اكتهاد وربنا سبحانه وتعالى جاهله أقاموا في هذا الكلام والدولة أنفقت عليه عشان يطلع فبيطلع ويقوم بوظيفة المجتمعية فلما يقوم بوظيفة المجتمعية بقى ما يجيش الناس يقول له والله إحنا مش مقدرين قيامك بهذه الوظيفة يبقى على طول كده بدل الجهة المسؤولة عن الفتوى في الدولة أفتت بإنه هو بالضبط السؤال الثاني يا فان أنا بفضل ربنا يعني باختم القرآن وبقرأه بس للأسف في كلمات معينة في بعض الآيات بتبقى صعبة في نصقها فبضطر أن أنا بحاول أجيبها على قد ما بقدر أو في ساعات بانطقها غلط فهل ده يعني ربنا بيقبالها مني بنصقها على قد ما بقدر أجاوب على حديكو السيد بيس ولا لا بقل ليكو كل سواب طيبين وانت طيب يا سيد باسم بالعكس انت تاخد ثوابين ثواب القراءة وثواب المشاق بس مش بس كده مش 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 ان احنا هناخد الثواب بقى والريح لازم نطور ثوابتنا حتى مع الله فنعمل ايه الكلمات دي بالذات اللي هي صعبة عليك تروح جايبها ودلوقتي خلاص الديجيتال ريحنا كتير هنروح جايبينها ونسمعها ونقولها مرة واتنين كأننا قاعدين في مقراءة عشان نسح قراءتنا للقرآن يبقى الكلمات اللي صعبة علينا دي هنروح سمعينها من قراءة مقرأ سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي الشيخ الحصري كل المشايخ رضي الله عنهم الله يرضى عنهم وخاصة الخمسة الكبار الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ المنشاوي والشيخ البنة والشيخ الحصري كل دولة تسمعهم وتاخد منهم الكلام وترددوا زيهم من شاء الله يكون لك حسن العكرة اللي انت بتقرأه وفي صعوب عليك هتاخد ثوابين ثواب القراءة وثواب المشاقة ربنا يبارك لك ويتقبل منك يا سيد باسم أستاذ إبراهيم من الأليوبية تفضل السلام عليكم يا فندي وعليكم السلام وراح تطلو بركاته أستاذ تتكرر ليه السؤالين يا فندي بلو سمعت اتفضل سؤالك ليه السؤال الأولاني أنا كنت خارج من الجامع بعد سطر العشق فلقيت 5 جنيه فأنا طبعا رحت بلقت بتاع الجامع وبلقت الأهوال اللي قدام الجامع يعني بتقول أنا لقيت مبلغ فلو حد سأل علينا كم تليفون هو وتقول اسم هو فأنا حد استرد على هذا الوقت لسه انت تنتظر بقى انت قدامك طريقين الطريق الأولاني توديه إلى الشرطة وده مكان للحفظ مناسب أو تخليه معاك وتعرفه لغاية ما فيه مدة مدة معينة في الفقه هي سنة فتعرفه فإذا عرفته وجيه صاحبه هتدهوله ما جاءت صاحبه عندك ثلاث مسارات مسار الأولاني أن أنت تصدق بيه على اسمه الحاجة الثانية أن أنت تتملكه فإذا جاءه وطلبه وتعطيله الحاجة الثالثة أن أنت تعطيل الفقراء ويخرج كذا كذا يعني بقى لبعيد ينفى فاني نعم ينفى بعد العيد بص يا سيد عشان بس يكون واضحين المبلغ اللي عندك ده أنت مفروض أنه صاحبه ما زالت يده عليه ما زال مالكة لهذا المال أنت قررت أن تخلي المال عندك هتفضل تعرفه مدة المفروض أنه تصل إلى سنة طب إذا وصلت إلى سنة ده يبقى صعب يبقى إيه اللي حاصل يمكن بعد مدة المفروض يوصل لي الخبر ده إذا تملكته إذا كان هو جاء هترجع له هذا المال اللي هو طلبه خلاص واضح الله يرضى عنكم مبارك فيكم يا سيد نعم أستاذ الدعاء من القاهرة تتفضل أيها سلام عليكم وعليكم السلامة ورحمة الله بركاته أستاذ الدعاء أيها دكتور عمري أنا بس طلبة من حضرناك بس طلب حضركم ممكن بس تدعيلي يعني ربنا يعفو عني ويشرح صدرك ربنا يعفو عنك ويشرح صدرك ويريح بالك وإن شاء الله يفتح عليك ويحمل أمومك إن شاء الله ويجعلك تأخرجي من هذه الساعات وقد غسل قلبك من كل هم وغم وحمل عنك كل كآبة وقلق وملأ قلبك بأنسه سبحانه وتعالى وطيب خاطرك وأعلمك بأنه قد رضي عنك وزال الحجاب الذي بينك وبينه إن شاء الله اللهم أمين ربنا رب يخليك يا دكتور عم ملتكرة جدا شكرا عفو نستي على رأسي أستاذ دعاء فخلينا دلوقتي عشان السؤال الأولاني ده ده السؤال بتاع أستاذ باسم شوية السؤال المهم جدا إن إحنا ننبه الناس إلى حاجة مهمة أول إحنا في كتير من الأحيين وإحنا حتى في بعض الأحيين لما بتجينا الفتاة من الخارج لما تكون الفتاة تتعلق بعراف المجتمعات ممكن نحيله على على مؤسسات الفتوى الرسمية عنده في برد ليه؟ لأن بعض الأحيين بيبقى هذه العراف لها دخل كبير في مسألة تحديد الفتوى وقبل كده لازم نبقى فيه حاجة واضحة عندنا أني لا أني الأوان بقى أن نتكلم بجرأة عن مسألة أني الأوان الناس تتخلص بهذا الطريقة السمجة اللي فيها عدم رضاء عن مؤسسات بلدها مؤسسات بلدها دي مؤسسات عملت بكل معايير الاجتهاد وعملت بكل معايير التأهيل بالعكس هي مؤسسات رائدة نتكلم عن دار الإفتاءة المصرية نتكلم عن مؤسسة رائدة في تأهيل المفتين على مستوى العالم لدرجة أن فيه المفتي بيسمونه كده المفتي الأعظم في بلاده في خمس دول هو خريج من دار الإفتاءة المصرية فهذا الكلام لابد نتكاوزه بقى ونتكاوز هذه الترهات اللي في العيام مش توصلنا غير أن احنا نفضل نربك نفسنا بدون داعي نعم مين معانا؟ السيدة مشريف؟ أيها السلام عليكم اتفضل يا سيدة مشريف أصدق يا حضرتك يا دكتور عمر وعليكم يا سيدة عمر أطلبك هذا لحمده واللي عمر حضرتك طيب وأولادك طيبين ووضع لكم الأيام بخير يا رب يا رب يا رب دكتور عمر أنا بس على السؤال واحد بس حضرتك أنا واحدة ستة جمدي مني ستة على قدها زي يعني صباعة تتلي خدت مني ببلغ كده تقريباً في نصف رمضان فلا من نيتي أن دا يكون اللي أنا الزكاء اللي أنا هتطلعه يمشي ولا أطلع غيره أنتو بتديل الفلوس كان نيتك أن هي تطلع زكاء آه أنا قلت كده مش عايزها كاني يعني أنا أمطلعها كده للا زكاء قلت كده يعني في نيتك قلت نيتك اللي أنا للا زكاء خلاص آه ينفع يا حاج آه طب طب خلاص ناشي ربنا يا طب الحاجة ربنا يا بارك لك إن شاء الله ويخلي الناس دايماً كده بتحافظ على كرامة الناس وتحافظ على خيرها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بارك لك بس أنت لازم تلحق وتقول لها عشان ما تربكش حياتها وتقول لها خلاص أن أنت خلاص مش طالبة منها الفلوس دي عشان بس إيه ما تفضلش تربك حياتها وتجمع الفلوس دي فأخبريها بإن الفلوس دي خلاص ان شاء الله ربنا أكرمك أستاذة مجدة تتفضل أستاذة مجدة أستاذة مجدة سلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته أنا كنت أساس على حراك سؤاليني يا دكتور عمري الوسما تفضلي طب أستاذ مجدة بس أنا أتمنى على حدك أن حدك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون حالا 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 على مال خلاص أنا وطيت تفضلي أنا فيه كارد حضرتك عندي المبلغ في البنك وفيه كارد مديال إبني وهو بيسدد اللي هو المبلغ الشهري طب دلوقتي الكارد اللي أنا محبوظ ده في البنك هل بطلع عليزك أجاوب على حدرك حدك بتقولي أن أنت خدت كارد لابنك يعني أنا عندي حفاب في البنك فخدت كارد ودتي لابنك آه هو طلب الكارد ده ودته لابني وهو بيسدد بقى فويده أنا فهم فأنت دلوقتي متاخد منك كارد والكارد ده تعلمين وكارد ده اللي بيسدده في الحقيقة ابن حضرتك لأن الكارد ده تعليه هو فأنت بتسألي دلوقتي أنا مثلا عندي الكارد ده بتلتمائة ألف وأنا عندي في البنك مثلا خمسمائة ألف فهل أخص من تلتمائة ألف من خمسمائة ألف بس تلتمائة ألف دلوقتي على الحقيقة مش على في زمتك أنت أو في وراء البنك في زمت مين في زمت ابنك والدليل على ذلك أنه هو اللي بيسدده مش أنت أخدت الفلوس دي وديتيها لابنك فدلوقتي الفلوس دي مقفول عليها آه فدلوقتي الفلوس دلوقتي في زمت مين في زمت ابنك فمش هتخصميها من الفلوس اللي عندك خلاص واضح؟ يعني مش هتخصم التلتمية مش هتخصم القرد ده من فلوسك الأساسية لأن القرد ده وكأن ملكيته كانت لابنك فدلوقتي بقى هو دين على ابنك وهو بيسدده مش كده؟ بس هو بيسدده بواسطة حضرتك فهو في الحقيقة هو دين على ابنك ومش دين عليك واضح يا أستاذة؟ طيب أستاذ محمد من الأهلية تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلوقتي ابني عنده ظروف هو عن المدية يعني شوهي كده الشهر ده فلابطلو على الزكة قال لي فبكر تبعد فخفت لها يعني الوقتي يجري ومع رشة تفعهم له فتفعت له الزكة يعني ثلاث من زمت بنية بس عن ابني يعني فأنت بتسأل دلوقتي عشان أنت خليت الزكة بدري مش بعد آخر أنا خايف أنا خايف هو بولي بكرة طب بعد وأنا خايف بقى هلوقتي يجي ومع يبقى سؤال حضرتك سؤال حضرتك حاج محمد إن أنا خرجت زكاة الفطري بدري هل ده لا لا لأن صلعتهم لابني يعني أنت اديت الفلوس لابنك لا أنا رحت أتحطهم في الجامعة عشان صلعهم حبوب وبنية إنني دول بتوعبني يعني زكا زكا طيب فأنت سؤالك فين يا حاج محمد هل سؤالك إن أنت طلعتهم بدري لا أنا أعملتك صح ولا سؤالك إن أنت طلعت نيابة عن ابنك ده صح عن ابن صحة مظبوط نيابة عن ابن يا جوز إن إنسان يدفع إذا كان نيابة عن حد تاني وهل تبرأ زمته إذا كان الشخص ده قابل لده أه تبرأ زمته عشان بس يخرج من من المنة والمعرة وكل الكلام ده فإذا كان ابنك قبل أده خلاص ظروفه بس ظروفه بس خلاص يجوز ده يجوز ده حج محمد يجوز إن انت تخرج زكاة عن ابنك إن شاء الله الحمد لله طيب بالنسبة للصحور والخطور تعرف القطور وعجل القطور وأخار الصحور طيب ابني بيبقى أنزل مثلا الشغلة بزح حوالي ساعة سبعة صوك ببطرناك طحاره حوالي ساعة مثلا اتنين بادر يعني عشان يعرف ينام ويقصوا يروح الشغلة طيب كده صح كده صح بص إسين أي حاجة من الأوامر بتتعلق بالعادات لو كان فيه أمر يبقى يتحول إلى الند يعني لما يأمر يتعلق بالأكل والشرب يبقى ده تتحول إلى الناد لما الأمر يتعلق بمسألة أن تعجيل الفطور وتأخير الصحور ده بيتعلق بإيه بأكل صح والأكل ده من العادات يبقى الأمر اللي فيه ده مش هيبقى واجب الأمر اللي فيه ده هيبقى مندوب زي ما نص الحافظ ابن حجر فيبقى التعجيل الفطور ده سنة وتأخير الصحور ده سنة فإذا واحد اتصحر يا سيدي الساعة 12 الصحوره ده فيه مشكلة لا صحوره صحيح وما فيه مشكلة وهل هو آثم لا ليس آثما لأنه ترك مندوب بس إن حاجة لو هو عملها ياخد عليها ثواب أكتر بس لكن صحوره ده صحيح وصيامه صحيح نعم مدام مجدة تتفضل مدام مجدة هتكمل معاين آآ 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 أنا السؤال التاني يا شيخ بالواتف أنا في أزمة نفسية آآ 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 آ� يعني مش عايزة أقصد الأطرة لكن الشك اللي عايز جوايا بيدمرني بيخليني في حالة نار طيب بص بص يا أستاذة مجدة إحنا لو كان الشك ده تولد بعد حادث معين فخلاكي أفقدت الثقة فيه فده فيه نموذج جدا للتعافي من الخيانة أو التعافي من أي شيء أو التعافي من الغدر فيه نموذج جدا عندنا وبنعمله في استشارة للمتزوجين لو كان المسألة بقى إن الشك ده شك تحول إلى شك مرض شك مرض يعني موقف حياتي مبواز لي شغلي مبواز لي حياتي في البيت مش عارفة أعمل أي حاجة وقفة محلك سر لا محتاج لطبيب يعني الشك لو إنه وصل إلى حد ده إن الإنسان يحصل له تخيلات ويحصل له تأيوات أو يحصل له إنه هو مش أدري مش بقى أصبح عبء على نفسه وعبء على الآخرين ده محتاج لطبيب فأنا وضحت المسألة لحضرتك ونعمل فيها إيه وإن شاء الله ربنا يقدم كل خير ويزيب عنك كل ضيق وحرك يا رب العالمين نعم أستاذ عمر يتفضل كم عليكم وعليكم السلام راح أطلب بركاته بي يا شيء كل صانت طيب وحضرتك طيب إزاي كفاً اتفضل أنا دلوقتي بحدي أنزل سب نفسه بكل فتح بديع ده يا بديع هو مين الحد ده ده واحد متعلم يعني هو متفوق عليك في العلم متفوق عليك في العلم يعني أستاذ دكتور في الأزهر الشريف لا لا مش في الأزهر طب أستاذ أستاذ الراجل عندنا في دار الإفتة لا طب الراجل بتسأله انت بتسأله ليه عارف حاج عمر مين الغلطان في الموال ده كله اه انت لا ما هي جاتل قلبي يعني كل من ما هو حاج عمر انت أصلا مش ناقص انت مواسوس تروح تسأل واحد في سويسك لا أنا مش مواسوس انا بحيط بنزل هناك سلنا الحسين وزور فبتسأل ليه طيب انت بتسأل ليه هل الزيارة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة هل الزيارة لقبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساكنهم في البرزخ جائزة نعم نعم جائزة لان دوت من قبيل المودة لرسول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب فده من مودة رسول الله فده من حب رسول الله فروح زور سيدنا الحسين ودوت من مودة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من نسبة العادة يعني عادة مفيش حاجة خالص ما حصلش ان رسول الله نهى عن زيارة قبور قال لي بيته ما حصلش هذا كذب على رسول الله لو حد قال لك ان رسول الله نهى عن ان نزور مقابر قال لي البيت هذا كذب هذا كذب ده كدب ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان ابن مزعون قال له معلموا لي قبر اخي عثمان ابن مزعون ادفنوا اليه فده كدب فاللي قال لك كده كذب على رسول الله ربنا يستمع بيتمعنان وانت قلتني انت مش مواسوس لا لا الحمد لله خلاص خليها بيتمعنان خليها خلاص بيتمعنان وبأسألني بعد كده على طول حاجة عمر ربنا احفظك يا رب يا سادة احنا لازم نتكلم عن سأل لازم نتمسك بسلام الغرق في فضل الله لازم نمسك فيه الغرق في فضل الله اللي بيخليك تعرف يعني ايه الحياة تعرف يعني ايه نفس تعرف يعني ايه ضوء تعرف يعني ايه كلام تعرف يعني سمع تعرف يعني ايه مشي تعرف كل حاجة لما تحس ان انت غرقان في فضل الله وما تحاولش ان انت تكافئ نفسك لان الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء من لا يخشى الفق ويمين الله ملء سحاء الليلة والنهار فربنا واسع يعطينا عطاء واسع ويكفيك للتيقم ان احنا غرق في فضل الله وان تعد نعمة الله لا تحصوها رضينا يا رب بقدرك فينا بان نكون غارقين في الانوار الذي هو الغرق في سعادة الوصال واجعلنا يا ربنا على الدوام من اهل الجمال يا كريم يا ودود يا رب العالمين واذكركم بدعاء الاقرار بفضل الله سبحانه وتعالى اللي سعدنا على الدخول في ايه في سلام الغرق في الفضل اقولوا يا سلام اني اقر لك بانك اجريت علي فضلك فاللهم لا تقطع عني فضلك وارزقني العيش بانك انت المتفضل علي على كل حال وانت الذي تخرجني من الاوحال وتغمس قلبي في شهد الجمال بانك متفضل علي بفيوضات العطاء على كل حال يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة